يتجه شرف الدين عمار المدير العام لمجمع مدار بخطى ثابتة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلفاً للمستقيل خردين زدشي خلال العهد المقبلة 2021-2022 واستناداً إلى مصادر الوطنية فإن رئيس شباب بلوزداد يحوز على دعم أطراف فاعلة في الرياضة الجزائرية بعدما أبان عن كفاءته في تسيير الفريق البلوزددي ووفقاً لما تحوزه الوطنية من معلومات فإن عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي السابق تواجد صبيحة الأربعاء في مكتب عمارة لمناقشة تواجده ضمن أعضاء مكتبه التنفيدي مما يعزز احتمال عدم ترى الشحيه